فقال انت صحيح فعلا يعني في صف الاستاذ جمال مبارك قلت له الاستاذ جمال مبارك مش مواطن مصري قال لي اه قلت له من موقع السياسي مش من حق ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية قال لي اه قلت له انا مواطن مصري ومن حق ان ارشح الانسان اللي انا عايزه مش دي ديمقراطية برضو ولا دي فابتدوا الناس الجرائد التانية اللي هي ضد الساعة جمال مبارك يشتموني كمان في فيلم بوبوس يعني مخبالك اه يعني لا اسباب اخرى غير الفن لا اسباب غير الفن تمام هقولك على حاجة انا اه اه حما بنتي اخواني تمام لما جيه يخطب اه سارة بنتي كنا في العجل هما جايين طبعا كان فيه قلق لانهم حارفين موقفي من الاخوان تمام قال لي والستاذ عادل فيه حاجات قدرية كده يعني انا اخوان جيه من وانا عندي ساعة عشر سنة مانوش علاقة بالسياسة ولا بتاعي لما انا اخوان من عندي وتسعتاشر سنة يعني والطوله وانا كنت عادوا حزب العمان والفلاحين الشيوعي المصري وانا عندي ستاشر سنة نقرأ الفتح قال لي نقرأ الفتح دي كلها حاجات قدرية اه يعني اه يعني وابنه بتعلي في الجامعة الامريكية عند رجل محترم وعندها ايه صارت الوقت صار عندها امينة وعندها هالة الصغيان وقعد يعني على طرقيتها على الوريتها يعني انا اصل اي حاجة تحصل لاحفادي بيكده 500 عفرين طبعا اه انا لامهم كلهم معايا في القرية في المنزل ريف انا دي اجمل حاجة عداني اه يعني وجود رامي ما شاء الله ومحمد وصارة وكل حد بيته حواليك اه الصبح بيجولك الاولاد اولادهم بقى الاحفاد اه فيه بقى اللي هو زيزو اه اللي هو عز الدين ده اول واحد ده متصور اللي انا الشيطاني بيطلع في كليفزيون بيخش علي في السريط بالضرب بقى ايه دوناشفة اه بالبنيات بالبتاع ليه يا ابني كده وبقاش فيها صحة زي الاول يعني يعني تتذكر حضرتك اليوم اللي رامي جي اليوم اللي جي فيه رامي تتذكر حضرتك اليوم ده انت كان حالتك عاملة ازاي انا احطيلك ده مش بالضرورة تجربه لان انا هو ده الاكل بقى تحطيلك بتاع ده وهي دي الكمبور لا التنبوك التنبور ال ايه اسمه ايه الكمباو 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 هو ده الكمباو اساس بس انا انصحك الاول ما تجربش لما جربلك انا الاول واقولك ايه الاخبار الثانية واحدة اه العدة هي اه 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 رامي يوم ما جيه اه كنت حضرتك بتعرض مسرحية او كنت بتتصور فيلم او حاجة اه لا انا كنت اه مش فاكر كان عندي ايه بالضبط بس انا فاكر اليوم ده كنت شارئة عربية جديدة اللي هي مية تمانية وعشرين اه اخذ بالا حضرتك اه فا وكاة مراتي اه في المستشفى وبتولد اه انا قبل مراتي ما ما تولد ما تولد اه وطيلها بصي انا اراح اسكندرية عشان يعني عندي شوات حاجة قدية اسكندريت مين انا عاراس اهرب ت Malo مروق خايف إنما المهم رهت في المستشفى دخلوها قدت العمليات أنا نزلت خدت لفة بالعربية وجيت لقيت في الخيار بتاع المستشفى الدكتور الكاتب في قدت العمليات لها إزاز مدور ولقيت إيد مسكة بيبي والبيبي ده بعيط أنا قلت دائمي ما كانش فيه لسه الصنار ولا حاجازة كده كنتش عارف ولد ولا بنا لا 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 ما حبيتش دائم فما كانش موجود أمين فقلت دائم طلعت قالولي مبرومك رامي جيود ياه أنت كنت متوتر خايف تطلع خايف ولقيت عناية كده راح تدخلت طبعا مرة دي كانت عايزة دخلي معها قلت العمليات دي مودع فيها دي حاجة غريبة دي ويزعلوا لو ما دخلتش شكتها ازاي يعني ازاي يعني بقى مرت ايه يعني بيعملوا فينا كده ريها مستحس جي رامي بقى ده كان طبعا وصارة برضه تولدت في نفس المستشفى قابلت الدكتور جميل والي كان هو فيه دكاترة بيشوف الطفل بعد الولادة الدكتور جميل والي ده على الفكرة ده يعني فنان كبير وعازي فاود ما كان بالدكاترة كبار جدا بتاع مصر قابلت الأطفال يعني بتاع ده وقت رامي وقت رامي وقت الصارة بقى كان الدكتور الله يرحمه جزء سينة هند رستم يعني واخد بقى لك انت ايوه اه فجي قال لي ماشا الله يا أستاذ عادل هو رجل مهزب جدا جميل جدا ومن الأسماء الكبيرة من الأسماء الكبيرة العالم والطب عالم يعني عالم يعني فقال لي يا أستاذ عادل انت جيبت بالنوطة أمر خارس أمور خارس وما بيعرفوا بقى من صورهم الطفل دي حيبقى شكله ايه ايه حجازة كده انت فرحت رامي طبعا فرحت بيدي اول فرحة وصارة مجد اه فكرة ان البنت واحنينة وان البنت ما بتقمر وليه دي لما كبرت بقى انا برضو كنت عايز ولد انا برضو مخي كده مقفول يعني اه يعني فجات بنت قل طب كويس لما كبرت البنت بقى حسيت بالفرق عرفت الست ام وعندي صارة دي دلوقتي بالدنيا كلها ام هي وبناتها ام يعني زي ما حضرتك بتقول عز بيجي يلعب ازاي وبيدرب ازاي البنوطة بقى عندها بنت ما شاء الله امينة دي اه يا خبر اول انزال امر ما شاء الله امر وعندها كمان هالة على اسم المدان المدان اه ورامي جايب عادل على اسمي وعز الدين دا الواحده بقى دا مع نفسه اه انا سميت ولادي اه مراتي سميت احفادي يا سلام اه اه بس اه هو كمان امينة لما كانت سارة مع جزة في الجامعة الامريكية اه كانوا متفين وهم بيحبوا بعض ام انا قصص صديق لولادي ام فمرة قلت لها انت ما بتحبيش ام لقيت وشها يا عيني دا راح اتقلب اتقلب ام قلت لها انا هكون اسعد واحد في الدينة لما معرف انك انت بتحبي ام لان كونك انك انك انت بتحبي يعني معناها انك انك انت انسانة طبيعية حقيقية ام الحب دا شيء جميل جدا ام كلهم بيحبوا اه فلما عارفت بقى احمد جزة ارفوا بعض في الجامعة انا طبعا انا فلاح ام وابن بلد يعني لازم ما اعرف مين دا برضو طبعا واوصيت ولادي انهم يصاحبوه ام ويجيبوه البيت رمي ومحمد اه طبعا بتقولوا امه امه بتقولي وحاجاز ازا كده فلقيته شاب رائع الحقيق ام والى الان انا فخور ان بنت اتجوزت هذا الشاب وحسيته ان ابنك وياسمين مرات رامي رام زي صار زي صار اه فاضل محمد بقى ونخلص بقى امه حاجاز الجاني وبدوسه اه بس هو لسه بارده يعني هو عنده النهاردة طفت له الشامعة بتاعة عيد بلاده الستة وعشرين كل سنة وطيبة سيانا اه يا رئيس انا دلوقتي خلصت الكمباودة هيا دي الاكلة اه بس